موسيقى وما ينظر عليه بأنه تكتل بين الدولتين إذا ممارسات أيضا ربما ومواقف من الغرب والولايات المتحدة تجاه مختلف القضايا الدولية محل للاهتمام المشترك بين الجانبين إضافة إلى ملف آخر حول من القادم كمستشار لألمانيا خلفا لأنجيلا ميركل وما سوف تقول إليه الانتخابات المرتقبة في أواخر سبتمبر القادم بانتخابات البرلمان الفيدرالي الألماني البوندستاج نبدأ معكم مشاهدين الكرام بملفنا الأول عن المنورات العسكرية الروسية الصينية واختتم أكثر من 10 ألاف جندي روسي وصيني منورات عسكرية مشتركة في شمال الصين وبحسب وزارة الدفاع الصينية فإن هذه المنورات تأتي لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين بتأكيد كثير من تسلوات المطروحة حول ربما دلالات هذه المنورات دلالات التوقيت خاصة أنها ليست المنورات الأولى ما الذي يمكن أن تعكسه هل هي في إطار الروتيني أم التكتيكي والرسائل المواجهة إلى الغرب ورد الفعل الأمريكي إزاءها وكثير من المحاور وثيقة الصلة وأرحب في هذه الوقفة الحوارية معنا في الستوديو في الاتجاه شمالا الأستاذ أحمد سليمان الباحث في الشؤون الأسيوية بجامعة أزقازيق أهلا بحرية أستاذ أحمد سعادة بوجودك معي أهلا بحرية أهلا بحرية ربما تمتد إلى مجالات أو أفاق أخرى قد تكون أرحب ومواقف مشتركة بين البلدين إذا المد الأمريكية على سبيل المثال كما أشرنا سريعا يعني كقراءة تحليلية سريعة لا شك باختصار هذه المنورات العسكرية التي بدأت في التاسع من هذا الشهر هي حلقة من سلسلة منورات بدأها الدولتان ردا طبعا هذا لا يعلن من جانب روسيا وصين لأن روسيا وصين تتخذان موقفا مختلفا عن طريقة الولايات المتحدة الأمريكية هذا رد على التهديدات التي تراها الدولتان من جانب حلف شمال الأطلسي من جانب المنورات التي تجري على حدود الصين وروسيا خاصة في أوكرانيا وتحريك القوات الأمريكية في دول البلطيق كل ذلك لقي قلقا من جانب روسيا وصين فبدأت منذ عشرة أعوام تقريبا خطة هذه المنورات التي كانت تجري كل عامين ثم تطورت بعد ذلك لتجري في كل عام مرة في الأراضي الروسية وأخرى في الصين ثم في السنتين أو قبل ثلاثة أعوام أجريت في المياه القريبة من دول حلف شمال الأطلسي في رسالة واضحة إلى تلك الدول ولكن المعلن أنها لتدعيم التعاون الاستراتيجي والتدريب بين الجيشين وزي ما قلت حضرتك هي يشترك فيها عشرة ألاف جندي من كافة القطاعات الرئيسية والأسلحة الرئيسية القوات الجوية والمدرعات والمدفعية وما إلى ذلك في منطقة نينشيا الوقعة في شمال غرب الصين والقريبة أيضا من الدول التي تعتبر حليفة الولايات المتحدة الأمريكية وفي مقدمتها اليابان وكوريا الجنوبية إذن نرى من خلال هذا الكلام بأن هذه المناورات ربما تحمل في طيعتها صراع للنفوذ وليس فقط تقارب بين الجانبين مدفوعين بذلك أيضا بالتوترات الحادثة في المنطقة والتحديات المتعظمة بشكل معلومة لا شك أن هذه المناورات أو التعاون الاستراتيجي أو الشراكة كما يسميها الروسيون والصينيون ترقى إلى درجة التحالف العسكري ولكن لا يعلن عن ذلك التحالف نظرا لأن روسيا والصين تستخدمان لغة مختلفة عما تستخدمها واشنطن فيما يتعلق بالمناورات العسكرية مثلا بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف شمال الأطلسي روسيا والصين تجريان هذه المناورات وشكل التعاون في كافة المجالات بما فيه التعاون الاقتصادي الذي يحاول أن يسحب البساط من تحت أقدام الدولار الأمريكي وهذا يحدث بالفعل بين حتى روسيا ودول مختلفة كثيرة في أنحاء والحقيقة يا سيد أحمد موضع سؤالي القادم هل هذه المناورات العسكرية المشتركة بين الجانبين كفيلة بمواجهة النفوذ الأمريكي أم أن هناك روافد أخرى مغذية لهذا التعاون حتى يحقق أهدفهما المرجوع؟ الرافد الاقتصادي يدعم التعاون العسكري والتعاون العسكري يحرص الجانب الاقتصادي روسيا أكبر شريك للصين الصين أكبر شريك لروسيا فيما يتعلق بالتعاون العسكري الصين تستورد 70% من تسليحها من المقاتلات وغيرها من الأسلحة الروسية روسيا تعتبر الشريان الرئيسي للطاقة بالنسبة للمصانع الصينية روسيا والصين تشتركان في حوالي أكبر أكثر من ألف كيلو متر من الحدود التي يتبادل بها أو عبرها الجانبان هذه التجارة التي تزيد عن 200 مليار دولار إذن هناك تعاون وثيق بين الجانبين الاقتصادي والعسكري التحالف العسكري الروسي الصيني من الناحية الواقعية بالطبع يتقدم ويتقدم بسرعة ومن الواضح أنه يهدف إلى مواجهة التهديد الصريح الذي لا تخفيه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها للصين وروسيا خاصة في بحر الصين الجنوبي وما حوله فيما يتباعد الجانبين يعني سؤال أيضا أحرى بدوجيه صحيح أن الكفة والغلبة ترجح بشكل أكبر للتقارب بين الجانبين ونشوف أنه في حديث عن تجديد كل من الصين وروسيا لاتفاقاتهم لحسن الجوار وصداقة لمدة خمسة أعوام مقبلة لكن بالتأكيد يبقى هناك ملفات ساخنة كيف تنظرون الملفات الساخنة كانت قديمة أيديولوجيا نعلم أنه الاتحالي السوفيت القديم الذي ورثته روسيا كان يعتمد على الحزب الشيوعي الاتحالي السوفيت انهار وانهار الحزب الشيوعي في روسيا وأصبح يحتل المركز الثاني بالنسبة لقوة الأحزاب ومركز ضعيف طبعا في روسيا الصين طورت ذلك وما زالت الذي يحكم هو الحزب الشيوعي الصيني ولكن الايدولوجية الاختلاف الايدولوجية بين روسيا والصين يحتفظ كل دولة لنفسه بها ويحاولون أن يضغطوا على أو يعني لا يظهروا هذه الخلافات الايدولوجية أمام المصالح الاقتصادية والمصالح الأمنية والمصالح العسكرية لأن التهديد أصبح الآن من الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية لا تخفي أن الصين وروسيا هي أكبر خصم أو أكبر خصمين وأكبر عدوين وهذا واضح من التقارير الرسمية التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم لا شيء يعلو فوق صوت المعركة المصلحة كما يقولون بالنسبة لروسيا والصين ولذلك يأتي هذا التعاون الذي يرقى إلى درجة التحالف بين البلدين هذا يجعلني أتساءل بما أننا إذا بدأت إنشاء تحالف عسكري روسي صيني وبالتأكيد كما تفضلت وأشرت فيه مصالح مشتركة لكل البلدين أهمها أن يكون فيه احتواء أو سيطارة على النفوذ المتنمي للولايات المتحدة هل في دلالات للتوقيت خاصة وإن العلاقات مع واشنطن تشهد توترات متصاعدة؟ بالنسبة لتوقيت المناورات هذه المناورات محسوبة وتجري في وقت محدد ولكن ربما إذا نظرنا إلى حجم القوات المشاركة في هذه القوات إذا نظرنا إلى الموقع الذي يختاره الدولتان في كل عام لهذه المناورات إذا نظرنا إلى نوع التسليح المستخدم في هذه المناورات إذا نظرنا إلى نوعية التدريب أو مدة هذه المناورات يمكن أن نفهم أن هناك رسالة موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي في مواجهة التهديدات التي تأتي من الغرب دائما وإن لم تكن صريحة هذه الرسالة من جانب روسيا والصين ولكن من الواضح أن هذه الرسالة المقصود بها التهديد الأمريكية والثريقة حركة قصد استعراض للقوة العسكرية الصينية الروسية يجعل الولايات المتحدة تفكر كثيرا فيما يمكن أن يشكلوا هذا التحالف في مواجهتها؟ لا شك بحر الصين الجنوبي تحدثنا بشيء من التفصيل عن لماذا يحدث هذا النزاع وأين يحدث وما هي نقطة أو بؤرة الصراع بحر الصين الجنوبي الذي تتواجد فيه بين الحين والآخر القوات الأمريكية يمتد بسحته أكثر من 3.5 مليون كيلو متر مربع أي أكبر من البحر الأبيض المتوسط الصين تطالب بالسيادة على أكثر من 80% بينما الدول الأخرى تحاول أن تقصر ذلك إلى 40% من هذه المساحة ولكن بحر الصين الجنوبي تمر به 70% من وردات الطاقة الصينية تمر به حوالي 80% من الصادرات والواردات الصينية التي تتجه إلى دول مختلفة الصين تضع عليه آمالا كبيرة فيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق التي أعلنها الرئيس الصيني إيشي جنبين قبل 7 أعوام وتشارك فيها أكثر من 100 دولة يعني من المنتظر أن تقوم فيها بمليارات بل بتريليونات الدولارات البناء التحتية البرية والبحرية نظراً من الحزام والطريق يسير من المنتظر أن يسيران في عبر الصين إلى دول شمال أفريقيا وأوروبا وشرق الأوسط وأسيا الصغرى وأسيا الوسطى في خطوط برية وبحرية للتجارة بين هتين الجانبين من الصين وتلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد ذلك وتقول أن الصين تهدف إلى الهيمانة العسكرية الصين قامت قاعدة عسكرية في جيبوتي وهذا لا يرضي الولايات المتحدة الأمريكية الصين تسعى لإقامة قواعد عسكرية ومناطق أيضاً لتكون محطات مهمة في مدارة الحزام والطريق هذا لا يرضي الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي ولنا أن نستقر كل ذلك في رسالة يضح للخطر الاقتصادي التقليدي يعني اللي بتشكله هناك رسالة وجهة الرئيس جو بايدن بعد توليه بعدة شهور عندما قال أن الصين تسعى لأن تكون أكبر دولة اقتصادياً وعسكرياً في العالم وهذا لن يحدث في وجودي وهذا هو هدفي وواجبي خلال برئاسة للولايات المتحدة الصين لا تقول ذلك الصين تقول أن كل ذلك لا نعترف به الصين تريد أن تحقق الرفاهية والاقتصاد والتنمية لشعبها ولا تنظر إلى المنافسة اسمح لي أتوقف عند هذا التصريح مع سيد إيهاب عباس الصحفي والبحث السياسي عبر الهاتف من العسامة الأمريكية واشنطن تحية لكم سيد إيهاب أهلا بك أتوقف مع التصريحات الأشار إليها ضيف الكريم أستاذ أحمد سليمان عن أن بايدن ذكر بأن الصين تسعى لتسايد العالم اقتصادياً وعسكرياً لتكون قوة لا يشق لها غبار وأن ذلك لن يحدث في عهده في ظل إدارته الحالية ما الذي يعكسه ذلك من موقف مرتقب للولايات المتحدة إذا المون ورط العسكرية الصينية الروسية وما تشكله من تحالف عسكري مستقبلي للبلدين في مواجهة المصالح الأمريكية والنفوذة الأمريكية يعني ما أحب بحضرتك وبيض حضرتك والشاهدين على ما كانوا الاستراتيجية الأمريكية والأمن القومي الأمريكي بهذا الإطار دائماً ما يرى أن الصين وروسيا هما المناسبتان الكبيرتان للولايات المتحدة وقدراتها العقائية والمقصدية وهذا الأمر لم يتغير منذ سنوات كبيرة سنوات كثيرة وفي شهادة التصار جاءت مثلاً موافقة الكونجرس الأمريكي على مصطرح كزينية الروحية وحيدت بـ 3.200.000 دولار في تغيرات وتعديلات كزرية في البنية التحتية الأمريكية وفي عدد كبير من القطاعات السيادية داخل الولايات المتحدة خلال السنوات القادمة بما يتماشى مع هذه المنافسة ومتطوراتها بالإضافة طبعاً إلى أن التطوير العسكري المستمر للميكانة العسكري الأمريكية وداخل المصانع الأمريكية العسكرية والتكنولوجيا العسكري المتقدمة والمتطورة التي تصنعها وتصدرها واشنطن العالم هذه مستمرة وتطفق دائماً على القمة لأرقاض الأمريكيين اعتناءاً بها وتقسيمها دائماً على كثير من الأمور الأخرى في محاولة للحفاظ على الإيمانة والسيادة الأمريكية المستمرة على مستوى العالم لكن هل هذا سيؤمن هذا النقعة الدائم للولايات المتحدة الأمريكية على قمة العالم في ظل وجود التنميم الصيني مصادياً وعسكرياً والنمو المتزايد أيضاً من صدرات العسكرية الأمريكية وربماً للقصدية وبشكل آخر هذا هو السؤال الذي يبحثه القادر السياسيون في واشنطن ونبحثه أيضاً معهم كمحابلين سياسيين ومحابلين في هذا المكان ما أشاهده الآن من الواقع الدراساتي والتحدي التي أقوم بها أمريكا تستخدم دائماً سلاح البروباجاندا أكثر من أي شيء وبالتالي أبعاء الأمريكية توفر صورة جيدة للولايات المتحدة أنها دائماً تكون صائدة للعالم وحامية للأرضيات والديمقراطيات إلى آخر في وقت عندما نشاهد تطور الأحساب الداخل الأمريكي على المستوى الامتصادي محتيباً الامتصادي والاجتماعي نجد أنها ربما تسير بشكل أوضع أخر في الاختجاه المعاكس أو أقل سرعة مما درغب فيه الحكومة الأمريكية حتى يعني أقصد إيه؟ أقصد أنه لك تناغم كان بين الشعب الصيني وحكومته ويوجد تناغم بشكل أوضع أخر بين الشعب الأمريكي وحكومته ربما هذا هو الذي سيسبب الفرق في هذا المكان بشكر حر الجزيل شكر أستاذي هاب عباس الصحفي والبحثة السياسية من واشنطن عبر الهاتف جزيل شكر سيد أحمد يعني امتداد أو بناء على كلام حضرتك اللي أشارت إليه من دلالات تصريحات جو بايدن لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي أمام هذا المد الروسي الصيني ما الأسلحة التي تملكها أمريكا في مواجهة تحالف من هذا القبيل بالتأكيد يشكل خطرا كبيرا بكل المقيس على المصالح الأمريكيين لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى بكل ما أتيت من قوة عسكرية واقتصادية إذا نظرنا للقوة العسكرية نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم فيما يتعلق بالإنفاق العسكري الولايات المتحدة الأمريكية انفاقها العسكري فوق 700 مليار دولار تأتي بعدها الصين في المرتبة الثانية بحوالي 250 مليار دولار ثم تتأخر كثيرا بعد ذلك روسيا الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتصل بالأسلاح تعتبر أقوى جيش في العالم عدد الجيوش أكثر من 2 مليون رغم أن الجيش الصيني يتعدى عدد جنوده 3 ملايين ولكن من ناحية العتاد الولايات المتحدة الأمريكية طائرات حربية ومقاتلة وقاذفة وقصفة كل هذه الطائرات تربو على 13 ألف طائرة في حين أن طائرات روسيا والصين مجموعة لا تصل إلى 8 ألاف طائرة تتفوق الصين رغم ذلك في الأسطول البحر الذي يعتبر أكبر أسطول في العالم وتتفوق روسيا والصين طبعا الجيشان الصيني والروسي مجتمعان على الجيش الأمريكي في بعض الأسلحة الأخرى مثل المدفعية والمدرعات وما إلى ذلك ولكن كقوة إجمالية يظل الجيش الأمريكي في مواجهة دول العالم وهو رقم واحد ولكن السؤال هو هل يمكن أن يقوى الجيش الأمريكي على مواجهة أو خوض حربين في وقت واحد أمريكا كانت قد أكدت حبل ذلك أنها قادرة على مواجهة حربين وإن كانت خبراء حتى الأمريكيين شككوا في استمرار صمودها في هاتين الحربين ولكن عندما كانت تتحدث عن ذلك كانت تتحدث عن الحرب مع كوريا الشمالية وإيران في وقت واحد لأنه كان هذا هو المطروح لكن هل يمكن أن تصمد في حرب مع روسيا والصين هذا الأمر مشكوك فيه إلى حد كبير نظرا لأن المياه الإقليمية للصين مختلفة تماما عن المياه الإقليمية لكوريا الشمالية وإيران القوة العسكرية لروسيا والصين مجتمعتين إذا قررت أن تخوض مثل هذه الحرب مختلفة تماما أن الولايات المتحدة تفطن إلى أن تلعب على وطر التنفسية بين الصين وروسيا بمعنى أن كما تفضلتم أشارتم إلى الانفاق العسكري وأن روسيا تبعد كثيرا من حيث الأرقام عما تحقيق الولايات المتحدة ومن بعدها الصين هل تترك روسيا الساحة؟ هذه النقطة الثانية أنا قلت لحضراتك فيه عاملين من الجانب العسكري هذا من الجانب العسكري باقتصاد من الجانب الاقتصادي طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تصمد اقتصاديا أمام الصين ولكن للأسف الشديد هناك الكثير من العقبات والواقع العملي يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطيع أن تصمد كثيرا إذا صارت الصين بمثل هذا المعدل الذي صارت عليه الصين كانت مصنعا للعالم بتكنولوجيا أمريكية وغربية ولكن تحولت الصين دون أن تدري الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة إلى مصنع للعالم بتكنولوجيا سونية وهذه هي المشكلة ربما سمع العالم عن مشكلة شركة اتصالات الجيل الخامس المعروفة وما إلى ذلك هي أكبر صانع للجيل الخامس في العالم وهو الصين هناك شركتين فقط منافستين للشركة الصينية الجيل الخامس وهو شركة سويدية وفنلندية ومن الطريف أن هتين الشركتين تنتجاني في الصين يعني تصنعاني منتجاتهم في الصين ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تجد نفسها يعني في مواجهة مع الصين لا يساعدها فيها حتى الحلفاء اللهم إلا البريطانيا التي يعني تحاول أن تساعدها في مواجهة هذه المشكلة لتحقيق مصلحة ولكن الاتحاد الأوروبي نفسه يعني كثير من دول الاتحاد الأوروبي لم تنصع ولم تجري وراء الولايات المتحدة الأمريكية ولم تتفق معها في هذه المواجهة الاقتصادية والتجارية مع الصين نظرا لأن دول الاتحاد الأوروبي سوف تخسر إذا صرت في هذا الطريق إذن المشكلة لإختصار ولذلك هذا ما يضع الولايات المتحدة الأمريكية في أزمة هي تشعر بها وتصرح بها وتحاول أن توجه الاتهامات للصين هل تعاولون على سلاح الدعاية الأمريكية الأشار إلي أستاذ إيارة عباس الصحفي البحث السياسي عبر الهتف من واشنطن هل يمكن أن يكون سلاحا بطارن في مواجهة تحالف الروسي الصيني من وجهة نظركم ومن متابعتكم لهذا الشأن ربما يكون مؤقتا ولكن العالم الآن أصبح دول العالم حتى دول الإنمية الصين أصبحت الآن تقيم علاقات وتوقع اتفاقات مع الكثير من دول العالم وكثير من الدول الأوروبية القطار وصل عبر الطريق البري التجاري في إطار مبادرة الحزام والطريق من الصين إلى ألمانيا وصل إلى دول عديدة في أوروبا هناك الصفقات بمليارات الدولارات بين إيطاليا والصين فرنسا والصين ألمانيا والصين هناك العديد من الصفقات التي تمت بالفعل وتتم يوما بعد يوم ولم تعد الدعاية الأمريكية تثمن ولا تغني من جوع الواقع بيفرد نفسه لأنه مصلحة الاتحاد الأوروبي في هذه العلاقات وهم يرون أن لا يعني ذلك أنهم يضحون بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية كلا لأنه هناك اتفاقات عديدة هناك اتفاقات مصرية وأمن مشترك وما إلى ذلك وحيد في الشمال الأطرسي يعني لا أعني بذلك أن التحاد الأوروبي سيرتني في أحضان الصين ويكتفي بذلك ويستغني عن الولايات المتحدة الأمريكية ولكن المصلحة الاتصادية تظل هي الأساس وهي لها الأولوية في هذا المهم كان في تباعد نسبة بين الولايات المتحدة وأوروبا في ظل إدارة دونالد ترامب ربما الأمور تختلف قليلا أو كثيرا في ظل الإدارة الحالية ممثلة في جو بايدن هل يدفع ذلك قدما بأن تجد الولايات المتحدة حلفاء جدد لا يمكن أن تعاول عليهم في مواجهة ما تمثله الصين من خطر قد يكون خطر مشترك بالنسبة للغرب كذلك أمريكا حاولت أن تفعل ذلك ولكن كل المؤشرات أثبتت أنها تواجه صعوبة مثلا اليابان وكوريا الجنوبية الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بـ 75 ألف جندي في كل تي الدولتين مقتضى اتفاقية الأمن مع اليابان سنة 1960 بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية تحتفظ بتقريبا النصف هنا والنصف في كوريا الجنوبية ولكن كوريا الجنوبية على لسان رئيسها أشار إلى أن بلده لن تضحي بالعلاقات مع الصين ومصالحها التجارية نظير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية اليابان أيضا تسعى لخط بغض الصين وتحسين العلاقات معها لمصلحتها الاقتصادية لذا تظل المصلحة أيضا هي التي ستحكم هذه المسألة من ضمن المناحي المطروحة الممكن أن يتتخذها الولايات المتحدة للدفاع الاستباقي عن نفسها توجيه أولويات حلف الناتو من خلال مواجهة روسيا عن طريق دول شرق أوروبا ومن جهة أخرى إقامة تحالفات مع خصوم الصين في بحر الصين الجنوبي تقيب أخير السيد علي الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تفعل ذلك وتحاول أن تصل إلى بحر الصين الجنوبي من خلال المنورات العسكرية مع اليابان ومع كوريا الجنوبية ومن خلال بيع الأسلحة لتايوان التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من الصين الأم ولكن لا يبدو أن هذه المحاولات قد نجحت في الأوين الأخيرة وتواجه صعوبات لا تخفيها حتى تلك الدول ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنها مصممة على المضي قدما حتى إذا حدث اشتباكات أو مناوشات مع قوات الصينية أو كوريا الشمالية حتى في المنطقة أشكر جزيل الشكر أستاذ أحمد سليمان البحث في شؤون السيوية بجامعة الزقزيق أشكر حضرت جزيل الشكر شكرا ونبقى معكم مشاهدين الكرام وأسئله أيضا نطرحها خلال هذه الحلقة من القادم الجديد للمستشارية الألمانية وما ملامح خارطة التحالفات الجديدة ربما في ألمانيا في مواجهة تحديتها الرهنة وأبرزها لانتخابات المرتقبة في سبتمبر القادم بإذن الله كنوا معنا في وقفة حورية قادمة في لتجاه شمالنا بعد متابعة هذا التقرير خسائر بالمليارات وتراجع الثقة في النخب السياسية قبيل انتخابات تاريخية في ألمانيا بعد أزمة الفيضانات التي تعرضت لها البلاد الانتخابات التشريعية المقررة في ألمانيا شهر المقبل أظهرت تراجع اتحاد ميركل في استطلاعات الرأي بينما تراجعت الأحزاب المحافظة في الترتيب وبعد أن كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي يصار الوسط خارج الحسابات وربما مجرد ضيف شرف في سباق الانتخابات الألمانية لكن الحزب بدأ صعودا تدريجيا منذ أسابيع وتسجيل معدلات لم تحدث منذ أكثر من ثلاثة أعوام مستفيدة من خبرة وشعبية مرشحها للمستشارية أولف شولتز وأخطاء الأحزاب الأخرى ومرشحيها من جانبها سمحت السلطات الألمانية لأول مرة بمشاركة الحزب الشوعي الألماني وجاءت موافقة محكمة على مشاركة الحزب في الانتخابات بعدما لجأ الحزب إليها للطعن لاستعادة مشاركته وبصفة عامة يشارك 53 حزبا من كافة التيارات في الانتخابات التشريعية في الـ 26 من ستمبر أردنا إليكم من جديد ألمانيا تشهد في الـ 26 من شهر ستمبر انتخابات البرلمان الفيدرالي البوندستاج المكون من 598 عضوا والذين يحق لهم اختيار المستشارة الجديدة والتي يتنافس عليها ثلاثة مرشحين ممثلين لتحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وبالتأكيد تساؤلات تطرح نفسها على الصحة الألمانية حول الأجواء المواتية الفرص هواء الناخبين ونحاول الاقتراب بشكل أكبر من هذا المشهد وينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحمن عمر مساء الخير دكتور عبد الرحمن أهلا بك مساء النور شكرا إلى أين تتجه استطلعت الرأي الأخير من متابعتك استطلعت الرأي الاشتراكيون صاروا يتجوزون قليلا حسب الخضر الذي كان في الأسابيع القليلة الماضية يحتل في المرث ثبت الثانية بعد التحالف المسيحي وكان أحيانا يتجوز التحالف المسيحي مستفيدا من الموضوعات الثائدة في المشهد السياسي الألماني خصوصا تغير المناخ وما يرتبط به من مواضيع البيئة لكن مؤخرا الاشتراكيون تمكنوا من تجاوز الخضر هذه كلها استطلاعات رأي لكن الثابت هو أن الاتحاد المسيحي سيحظى بمرتبة الأولى كما كانت الحال منذ عقود على اعتبار أنه حاضر بقوة وهناك ثقة كبيرة من الناخبين بأنه مصدر أمان بالنسبة لهم لكن المفاجأة طبعا يمكن أن تحدث لا يعرف أيضا هل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي سيحظى بنفس الثقة والنسبة التي حضية بها في الانتخابات الماضية أم لا استطلاعات الرأي تعطيه أرقاما أقل من الانتخابات قبل أربع سنوات لكن هذا الحزب يستغل جرائم وأعمال إرهابية إذا حدثت لحجد أنصر ردود والأسابيع القادمة يمكن أن تشهد أحداثا يمكن أن يستغل لها الحزب السؤال المطروح الآن كيف سيكون المشهد السياسي الألماني بعد مرحلة ميركل هل ستظهر قيادة جديدة قوية كحال ميركل وأيضا هل ألمانيا ستحافظ على موقعها القوى داخل الاتحاد الأوروبي هذه كلها تساؤلات تشغل الألمان كذلك يعني ما أثيرة من ضقة حول الفيضانات في ألمانيا في الأون الأخيرة في رأيكم هل يعزز من حزب الخضر ومن حضوضه في الفوز في هذه الانتخابات خاصة أنكم إلى حد كبير يعني تستشرفون بأنه سوف يحضر بأسهم لا بأس بها في هذه المنافسة نعم معك حق بكل تأكيد موضوع الفيضانات كان حاضرا بقوة المشهد السياسي وكانت هناك انتقادات كبيرة لأمين لاشيالت زعيم حزب اليمين أو حزب المسيحي الديمقراطي الذي يرشح أن يكون خليفة لمركل على اعتبار أنه ليس فقط رئيس الحزب ولكن رئيس ولاية بيستالية شمال الرين وهي إحدى المناطق المتضررة لم يكن مقرعا في أعين الكثيرين لكن حزب الخضر كان ذكيا جدا ولم يحول موضوع الفيضانات لموضوع انتخابي لكي لا يقال عنه لأنه يستعلم أوقات الأزمات ووقت يجب فيه أن يتحد الألمان ويدعون الخلافة السياسية جانبا لهذا اختر هذا الناس أن لا يجعل من فيضانات موضوعا انتخابيا وهو ما زاده تقديرا واحتراما في أعين المواطنين لأن أوقات الأزمات الوطنية نترك المسائل الانتخابية والسرعة الانتخابية جانبا ونركز على إنقاذ أرواح الأبرياء وأيضا لتعويض الخسائر هذه السياسة التي نهج الحضر زادهم شعبية في عيون الكثيرين لكن بالنسبة لألبع فإن عدم قدرة الاشتراكيين على تجاوز اليمين يجعل كثير من الألمان يتقون في الحزب المسيحي الديمقراطي ويرون في الخضر حزبا احتجاجيا والمسيحيون ينظر إليهم كالدولة العميقة لألمانيا يوجد في كل المؤسسات وهم صمم أمام وكأن الألمان يرتاحون أكثر لما تكون زماغ الأمور بيد الحزب نعم وليس من المستغرب أن في حالة من الترقب لما سوف تكون عليه خارطة التحالفات الجديدة نظرا أيضا لصعوبة الأغلبية المطلقة في ألمانيا إذن لا مفر من التحالفات في ألمانيا لإرساء قواعدة جديدة لما سوف تكون عليه نتائج انتخابات البرلمان الفيدرالي المرتقبة في 26 سبتمبر القادم بشكرك جزيلا شكر الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحمن عمار متحدثا هاتفيا من برلين وبهذا نصل أياكم مشاهدين الكرام إلى ختم هذه الحلقة من الاتجاه شمالا لقاية جدد الأسبوع القادم في نفس الموعد بإذن الله أشكر لكم حسنا المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر